مرحبا تهياتي طبعا وصفة الزيت الثوم مع البصل مع زيت البصل مع زيت الزيتون او زيت جوز الهند وتنحط على كطنة بسيطة هيك خفيفة وتنحط على الاذنين في داخل الاذنين فترة الليل بعد عملية غسل الاذن في المياه الفاترة وتنظيفها في هاي الحالة بنحط هذه الكطنة بس هاد مش هيساعد كتير اللي هيساعد اكتر كمان انه تعمل مضمضة بزيت الزيتون لمدة خمس دقائق لعشر دقائق يوميا الفترة الصباحية والفترة المسائية المضمضة هاي بتعتمد اني احط ملعقة من زيت الزيتون في ثمة واصير احرك في هاي الزيتات وزيت الزيتون داخل ثمة مع امل حركات للرقبة اللي افتح القنوات اللي بتنزل من الاذن للبلعوم وللحلق لصقف الحلق وعندك جيوب انفية محتقنة اذا استخدم ملعقة منقوع من لبان الذكر او السمغ العربي او اشرب كرنفل او استنشك الاعشاب زي البصل ممكن تستنشكي المياه مع البصل مغلي البصل تبخير البصل ممكن تستنشكي الكرنفل تبخيرة الكرنفل الزعتر تبخيرة الزعتر كويس كتير لتفتيح الجيوب الانفية وقتل البكتيريا وتخفيف الاحتقانات وما تنسي كمان في النهاية تعمل شوية مساج في هذه الزيوت خلف الرأس على الرقبة وما تنسي كمان تحرك راسك وتعمل تمارين الضغوطات على الاذنين اللي محطوطة على صفحتي في لقاءات سابقة لطنين الاذن وهيك انت بتكون بالسليم اتبع هاي الامور وان شاء الله خير